السلام عليكم و هل يمفيكم في فيديو جديد أشخاص كثير يسألوني متى راح ينزل الايباد برو الجديد طبعا لازم نعرف حن الايباد برو تحول معالجه من معالج الايفون إلى معالج الماك نزل عندنا الامون بعدين نزل عندنا الايباد برو امون بالفئتين ونزل عندنا الايباد برو بالمتو بمعالج الامتو في اللابتوبات الفئتين ال11.12.9 انش طيب الآن مثل ينزل الايباد برو القادم لازم نعرف ان الايباد برو القادم ما راح ينزل لما ينزل معالج ابل الجديد اللي هو الام 3 فحنش اللي ننتظر الآن ننتظر نزول المعالج الام 3 لحق اللابتوبات بعدين بعدها بثلاثة شهور اربعة شهور خمسة شهور ينزل عندنا الايباد بالمعالج نفسه هذا ليش ينزل كذا ابل علشان الايباد معروف انه ما بيعط راح تبن قوية فتنزل الايباد في نفس الوقت مع المعالج الجديد براح يكون صعب على ابل انتاج المعالج نفسه فقبل ما تسوي تنتج المعالج هذا مع اللابتوبات اللابتوبات قبل قادمة بعدها بثلاثة شهور اربعة شهور من قد نقول من حسبها ممكن اربعة شهور خمسة شهور كذا الى ستة شهور فذلوقت قد ان المعالج هذا النفسه قاعدة تصنع ابل وتنزله حق لابتوباتها ويكون عندها كميات قاعدة تزيد الكميات اللي عندها المعالج بعدين تنزل المعالج نفسه في الايباد كده حلت الجهتين المتوقع ان الايباد الغادم راح تكون في اولد ما ندري مية في المية راح يكون هذا الشيء ولا لا راح يكون في اولد والمتوقع برضه تنزل فئة جريدة او نسخة جريدة نسخة هذي يمكن تكون اربعة عشر انش ثلاثة عشر ونص ثلاثة عشر وفاصلة تسعة اربعة عشر خمسة عشر انش المهم انه فئة او نسخة شاشتها اكبر من النسخة اللي موجودة عندنا الحين اللي هي 12.9 انش انا من زمان كنت بهذا الشيء طبعا هذه الفئة يمكن يكون بالحالها بس فيها اولد يمكن كلهم يكون فيهم اولد لبرو كلهم ما ندري الى الان من زمان تكلم عن تسربات هذي يمكن يحطون يعني اذا كان هذا الشيء يحطون مثلا مدخلين يوس بي سي او ثندر بخلان واحد مدري لكن هذه الفئة راح تكون الفئة العليا فيكون عندنا ايباد برو عادي اللي هو 11 انش يمكن 12 وقت الساعة يكونوا مع بعض وفي فئة ثانية كبيرة ممكن ومتوقع برضو الفئة الكبيرة راح يكون فيها مش الام 3 راح يكون فيها ام 3 برو فلا بتباثلوا المعروفة الماكبوك اير والماكبوك برو يكون فيها الام 2 او الام 3 والماكبوك برو 14 انش و16 انش يكون فيهم الام 3 برو وماكس او اللي هو موجود عندنا الحين الام 2 برو وام 2 ماكس فابر راح تشيل الام 3 برو اللي راح ينزل على النسخ العالية تحطه في الايباد العالي اللي هو 14 و15 انش فا شو بتسوي ابل طبعا بعض اشخاص بيقول لك الان برضو ابل ليش تسوي كذا الايباد الى الان السوفتير نفسه مش مؤهل حق هذا الشيء يعني الام 1 اللي عندنا او الام 2 او برضو ال اي 12 زي او ال اي 12 اكس الى الان يفي بالغرض يعني فالمتوقع الايباد و 17 راح تكون في قفزة قوية في السوفتوير ففي الايباد راح يقرب كثير لماك هل احنا نحتاج السوفتوير هل احنا نحتاج برامج قوية مثل الفينال كت انت على حسب احتياجك خصوصا الاشخاص اللي بيشترون البرو بعض اشخاص اصلا انشارين البرو حشان فورتنايت وغيرها فاتوقع انه كافي عندك الجهاز لكن نبي نسخة جديدة نبي سوفتوير مثلا جديد من الايباد و اس يكون مفصول لحق الام 3 برو او الام 3 نشوف شو اللي بتسوي ابل لكن نبي قفزة فالتسهيبات اللي انت تقول لك ان السوفتوير هذا لحق الايبادات القادمة ما بقى شي على السوفتوير يعني الشهر القادم يوم 5 جون راح نشوف المؤتمر ابل ونشوف الايباد و اس 17 شو بتسوي ابل فيه هل راح تعلن عن جميع الميزات لحق الايباد و اس 17 ما حق الايبارات كلها او ان الام 3 برو هذا السوفتوير او هذا الجهاز راح يكون سوفتوير خاص فيه بعدين لاجت اعلن عن نغل تنزل نسخة جديدة او ننتظر مثلا الايو اس 17.3 17.4 في شهر ثلاث القادم ما اعلن الايباد يكون في نسخة خاصة نتذكر اول ما نزل الايباد برو اتولف زي تقريبا اتولف زي كده يوم سوى التحسين لحق الايو اس 14 او الايباد او اس 14 او الايباد او اس 15 في ذلك الفترة اللي نزلت مع الكيبورد مع تركباد و نزلت التركباد كيف الطريقة الجريدة اللي سوتها اول ذلك الفترة ما كانا في هذه الطريقة ففي قفزة يمكن تكون يا بداية الايباد والس 17 تكون القفزة القوية لحق السوفتوير او قبل تنتظر مع اعلان الايباد بعد ثلاثة شهر بعد بعد مع اعلان الايباد السنة القادمة في شهر ثلاثة شهر اربعة وتنزل القفزة قوية لحق الايباد هذا خاص اتظر نشوف انا اتمنى القفزة تكون قفزة برامج او مش برامج برامج الشركات اللي ينزلونها يعني الفينال كوت يعني البريمير و غير هذا على حسب الشركات اللي ينزلونها لكن اتكلم عن الفينال كوتنا نشوف الايباد كيف يصير اتوقع ان الـ 24 و 15 انش هذا الجهاز المناسب لحق هذا الشيء مع الام 3 برو بعد نجوشي بتسوي فبنادي الفيديو اللي متشجعين لحق هذا الشيء معروف الايباد الى الانابل ما تنزده كل سنة لو بتنزده كل سنة اطاف عليه قرابة ستة شهور وننتظر برضو سنة احين عشان سنة ونص ينزل الايباد القادم واللي عندهم العباد الى الام 2 يتهنون فيه باقي عندهم سنة على ما ينزل الجهاز جديد فبنادي الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالغناة اشتراك بالحسابي سنة بشارجة وضغطكم وعمل لك المكتر عن شهر مقطع ولا تنسواني غضا عاكم والسلام عليكم اشتراك بالحسابي